اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكنها حست انها محتاجة تعمل تعديل في مناخرها عشان تظهر بشكل احسن قدام الكاميرا ولما قررت انها تعمل عملية التجميل كانت عايزة تحافظ على شكلها الاساسي وما تغيرش كتير من ملامحها هبانور شخصية عصبية جدا ودايما بتحاول انها تتغلب على الموضوع ده او تقلل منه كمان هي شخصية ملولة وبتزهق بسرعة وسهولة عشان كده دايما بتحب تعمل شوپينج عشان ما تحسش بزها اما عن قصة مسيرتها الفنية هيبانور ما كانش عاجبها اسمها لان كان في فنيرة بنفس الاسم فهبانور ده الاسم الفني ومش اسمها الحقيقي اسمها الحقيقي هيبا عمار الحلواني وكان لها اخ اسمه نور فقررت تاخد اسم نور وغيرت اسمها من هيبا عمار حلواني لهبانور هقول لكم نبذى سريع عن هيبانور وأعمالها الفنية لكن قبل ما أقول لكم كان في تصريح لهبة إن أول أجر ليها كان 100 ألف ليرة سورية يعني وقتها تقريبا 200 دولار أمريكي ولما أخدت الأجر ده اشتارت بيه كل هدوم لأنها إنسانة مصرفة ومش بتحب تحوش لأنها بتحب تستمتع بالحياة اتولدت هيبانور في مدينة دمشق في 1987 كانت بتحب التمثيل من وهي طفلة وبدايتها الفنية كانت بتشارك كموديل في الكلابات والإعلانات وفضلت في المجال ده لحد ما جت لها الفرصة مع المخرج نجدة إسماعيل واللي طلب منها أنها تشارك في مسلسل المحروس ومسلسل سأ في العالم وكان من إخراجه وتأليف حسن سامي ومن وقتها وبقى لها أعمال في التلفزيون والسينما وقدمت مجموعة أدوار زي صبايا وبقى الضوء وإمام الفقهاء وولادة من الخاصرة قدمت أعمال سينمائية كمان زي دورها في الفيلم المصري عند ليب الدقي في دور جمانا وكان من بطولة محمد هنيدي وآخر مسلسل لها قبل الاعتزال كان مسلسل وجوه وراء الوجوه وبالمناسبة دي هبة بعدت عن التمثيل لمدة أربع سنين من 2014 وده كان بسبب ظروف عائلية ووقتها ما أعلنتش الاعتزال ده غير إن الأزمة السورية أثرت كتير على الفن السوري بشكل عام وعلى شغل هبة بشكل خاص ووقتها ما لقيتش عرض مناسب ترجع به للوسط الفني وفي 2019 رجعت تاني للوسط الفني وبدأت تعمل أعمال كتير نجحة هبة سبق ليه إنها تجوزت واتطلقت وكان معاها ابن واحد اتخطبت بعده لكن ما حصلش نصيب فماكملوش أما حاليا فهي مش مرتبطة ولما سألها الجمهور عن الولد الصغير اللي كان بيطلع معاها في كل المناسبات قالت إن ده اسمه تيم وهو ابن أخوها وبتحبه جدا ولما تسألت عن فكرة جوازها مرة تانية قالت إنها بتحلم إنها تعمل أسرة وتجيب أطفال لكن مش دلوقتي لإنها مركزة في شغلها الفني قولوا لنا بقى إيه أكتر دور علق معاكم من أدوار هيبانور